اقتحمت ميليشيا الانتقالي للمرة الثالثة منزل القيادي في الحراك الجنوبي عبدالله الزريقي في عدن وأفاد الزريقي في بيان له أن قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي داهمت منزله فجر اليوم السبت وأخرجت أسرته من المنزل بمن فيهم النساء والأطفال دون أي مسوغ قانوني وطالب الزريقي النائب العام والمنظمات الحقوقية والإنسانية بحمايته وحماية أسرته من اعتداءات ميليشيا الانتقالي